الأديب العالمي كافكا قبل وفاته بسنة عاش تجربة عظيمة جدا كتب عنها في حديقة في برلين لفتت انتباهه طفلة تبكي بحرقة بسبب أنها فقدت دميتها عرض عليها أن يساعدها في البحث لكنه لم يجد شيئا فاقترح عليها أن ترجع لبيتها وأن يقابلها في اليوم التالي ليبحثه مجددا قرر كافكا أنه يكتب رسالة على لسان الدمية للطفلة ويسلمها لها في الموعد لأنه كان واثقا أن الدمية تضاعت للأبد الرسالة كانت صديقة الغالية توقفي عن البكاء أرجوكي إني قررت السفر لرؤية العالم وتعلمي أشياء جديدة سأخبرك بالتفصيل عن كل ما يحدث لي يوميا وعندما تقابلوا قرأ الرسالة للطفلة التي لم تتوقف عن الابتسامة والفرحة وسط دموعها وهذه لم تكن الرسالة الوحيدة لكنها كانت البداية لسلسلة لقاءات ورسائل بينهم تحكي فيها الدمية للفتاة عن مغامراتها وبطولاتها بأسلوب ممتع جميل جذاب اشتركوا في القناة